شاهدت جلسة مجلس النواب موافقة نهائية على خمسة مشروعات قوانين سابقة مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة الاتفاقية طبعا هي مهمة جدا وبنشكر دولة الصين وبنشكر وزارة التعاون الدولي إن هي قدرت تقدم لنا منح أكتر في نحن نقدر نزود مشروعات دخلة للدولة المصرية وكان أهم حاجة لنا أن أنا تسألت النهاردة عن الأثر والمردود العائد على مصر من المنح الصينيينية عندنا تقريبا في خلال العشرين سنة الماضية كان 354 مليون دولار ده الدعم والمنح اللي الصين قدرت تدهولنا فطبعا وأنا بثمن على قوة العلاقة ما بين مصر والصين وإن إحنا ما بيننا يعني شغل وتاريخ وعلاقة قوية جدا بين الدولتين اتفاقية النهاردة اللجنة عادر تقريبتها بشكل مميز جدا ومقررة اللجنة قدرت التقريب بشكل مميز جدا جدا لن نتكلم عن حجم تمويل تقريبا بيتخطى 400 مليون جوان صيني وده مبلغ محترم جدا جدا هيكون في المقابل استثمارات مباشرة في القطاع الداخلي للجمهورية بتستهدف المزيد من قطاعات الشباب للعمل وتوفير قراصة العمل وبتستهدف كمان أنه سوء العمل في مصر يتسع أكثر والحقيقة أنه الصين كشريك استراتيجي هو شأن مهم جدا لنا كمصريين وشأن مهم جدا للمجلس النواب أن يوافق على مثل هذه الاتفاقية قوانين اللي تم الموافقة عليها نهائيا النهاردة من أهم القوانين اللي تم الدولة المصرية زي إحنا خدنا الموافقة النهائية على قانون المالية العامة الموحد قانون المالية العامة الموحد زي محضرتك عارفة هو بيهدف إلى تقنين الأوضاع المالية وكما أكثر لأن القانون دمج بين قانونين اللي هو قانون الموزنة العامة وقانون المحاسب الحكومية كمان خدنا الموافقة النهائية على قانون التخطيط العام للدولة وهو قانون أيضا من القوانين الهمة للدولة أعيز أقول لحضرتك إن القوانين دي بقالها وقت كتير من الزمن علشان كده كان هناك اختلاف في الثقافة اختلاف في الرؤى اختلاف في الفكر كل هذه الاختلافات كان لابد إن الحكومة تتقدم بتعديل لكل هذه القوانين مشاريع القوانين دي مشاريع مهمة جداً مشاريع فيما يتعلق بالسياحة ده دعم كبير طبعاً للعملين بالسياحة وتطوير المناطق السياحية ورفع كفاءة العملين بالسياحة والأثار خاصة بعد دمج وزارتائي السياحة والأثار أيضا قانون ملاي العام الموحد وقانون التخطيط العام للدولة قانون مهم جدا لدعم المركزية لتحسين الأوضاع المالية في الدولة للانتقال للفكر الجديد للدولة والجمهورية الجديدة التي تتجه لجمهورية مصر العربية تفاقية في الأساس بتهدف إلى توطيد أطر الصداقة والتنمية المشتركة بين الدولتين أيضا هي بتدل على شهادة فقة دولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعيفي الاقتصادية بتمنح مصر منحة لا ترد بمقدار 400 مليون يوان طيني ريمين بي في الأساس هي لا تضيف أي أعباء مالية إضافية على الجانب المصري هتخدم مشروعات على الدولة المصرية